لجانب صرقة الأرض فيه صرقة للذاكرة والتاريخ ليس بس الجغرافيا لكن هو بيحاول يثبت روايته التاريخية أو المزاعم الإسرائيلية بشكل كبير حضرتك من أكثر الصحفيين اهتماما بملف الأثار من فترات طويلة وأصدرت كتاب من 2002 لما حصل اكتياح لبعض المدن زي نابلس وبيت لحم وتحدثت عن أهمية تثبيت الذاكرة الفلسطينية بالتوثيق بالحديث كان كتاب عن الاستراتيجية الخاصة بتهويد الاستراتيجية الإسرائيلية لتهويد فلسطين بشكل التاريخ بصفة عامة هذا المنهج الإسرائيلي كيف تبعته وما حدث خلال السنوات الماضية من محاولات لصرقة الذاكرة العربية هو في كتاب اغتصاب الذاكرة الاستراتيجية الإسرائيلية لتهويد التاريخ كانت البداية فعلا زي محضرك قلت من الاجتياح اللي حصل سنة 2002 لثلاث مدن فلسطينية اللي هي نابلس وبيت لحم والخليل المشكلة الأساسية اللي ابتدت تظهر أو ابتدت تجزي بانتباهه في الوقت ده انت عامل الاجتياح الاجتياح عسكري لما يبقى اللجان الوطنية التبعة لليونسكو بتستنجد ويبقى عندنا في نابلس لوحدها في اجتياح استمر كم يوم نلاقي ان احنا امام 300 أثر تم تدميرهم كليا أو جزئيا يبقى احنا قدام عالمة استفهام كبيرة جدا لما ابتدت بحسب موضوع لقيت ان العملية لا هي ده ده منهج منهج بيتعامل في كل مكان مش بس في فلسطين لان هما استهدفوا اثار الجولان في سوريا وعراق استهدفوا اثار سيناء وحتى في غزو العراق ساعة 2003 تم استهداف اماكن معينة اوكي بالقصف الامريكي بس متحف بغداد تحديدا انا ما اقدرش اتغضى عن فكرة انه كان فيه شغل معين لان فيه لوحة السمي البابل التي تشعرهم بالعرض امن وبالتالي فهي كان مستهدفة وتم التهذير قبلها يا جماعة خلوا لكم اللوحة دي وخبوها قبل الاجتياح او الغزو الامريكي طيب مش بس على مستوى الواقع العملي ده فيه على مستوى ابحاث النظرية امتدوا حتى لليمن هما الحكاية باختصار اي احداث متعلقة بالتاريخ التوراطي بيحاولوا يحيوها وبالتالي فاحنا قدام سطو ممنهج على الذاكرة قدام محاولات تزييف قدام مش بس كده اختلاق وقائع تبد وجذابة علشان تسيطر عالناس يعني يجي يقولك مثلا ان اللي حرر مصر من الهكسوس مش احمس من ضمن التسارديات الخرافية اللي هي دماخة ده نبيش اقول يا جماعة ازاي بس ويبتدي زي الاخ فلايكوفيسكي عمل ده في عصور في فوضى قلب تاريخ العالم علشان يخدم النظرية الصهيونية حتى قبل ما يتقال انها صهيونية او الى غيره المهم اللي بيحصل على الارض كتير جدا حصل وتنهبت اثار صينة اتنهبت اثار الجولان يعني يكفي ان انا اقول لحررتك ان من سنة لما حصل حرب سبعة وستين الدقوات الاسرائيلية كانت بتدخل البلاد دخلت الجولان ودخلت سينة اللي حصل ان هم خبراء الاثار بتاعهم في الجيش موجود مش بس في جيش ده في الصفوف الاولى لما اجا اكلمك عن فكرة الحفاير اللي حصلت في الجولان خلال الفترة دي يكفي اقولك ان بعثة واحدة عملت حفاير كمحة متين وتسعة حفاير من سبعة وستين لثمانية وستين في سنة واحدة في سنة واحدة عندنا اي باستة مثلا بتعمل بتقعد البيعصة دي ممكن انت في بعثات شغالة في مصر بقالها تلاتين اربعين سنة في مكان واحد في مكان واحد وبالتالي فانت هنا مش بتعمل حفاير انت عمل بتنقع بعيدة توصل لحاجة ومش عارف توصل لها وبالتالي فانت في طريقك بتدمر طب يا جماعة ما عندنا اتفاقية لهواي اللي هي معمولة اساسا علشان حماية الممتلكات الثقافية لا مالش هو عذرا هو من امتى اسرائيل بتخترم اي اتفاقات ولا بتاخدع لأي بانتفاقية خلي بالك الاتفاقية دي في البروتوكول التاني وقعت سنة 54 في البروتوكول التاني بتاع الصدر سنة 99 الفصل الرابع بيحدد الانتهاكات ومقسم انتهاكات خطيرة وانتهاكات اخرى انتهاكات الخطيرة دي كان فيها الفصل الرابع ده مخصص او البروتوكول التاني مخصص للمسئولية الجنائية والولاية القضائية يعني احنا بنحط هوايه المعينة طيب اتخاذ الاماكن او الممتلكات الثقافية هدف للهجوم مجرم استخدامها في دعم عمل عسكري مجرم تعرضها لضمار شامل مجرم السطو وبعدين دي مصطلحات قانونية اي حد يقول لي ايه الفرق برم السطو النهب الاختلاص والتخريب ده كله ممنوعة النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية حددت اللي هو تم اقراره في روما سنة 68 حدد جرائم الحرب جرائم الحرب كان منها استهداف المنشآت المخصصة للعبادة صحية العلمية العملية والآثار اللي هي الآثار والمنشآت التاريخية هلقبت اسرائيل بالاطلاع على كل هذه اللقات منافستها تماما يعني كل ما هو جرم هي اللي هجبته بالظبط عشان تبقى أسرقت كله هنا في حاجة بقى كمان احنا دايما بنتكلم عن فكرة ان لابد من مقاضات اسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بنتكلم عن جرائم ضد البشر طيب ما أنا عندي كمان في المعاهدات والأنظمة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية ما يفتح ليه باب آخر للمقاضاة هو الجرائم ضد الحجر وده مهم جدا لأن على فكرة المشكلة الأساسية لأنهم على وعي بالحكاية دي مش بس بيخربوا مش بس بيسرقوا مش بس بيالهبوا ويبيعوا إنما كمان بيبتدوا بيعملوا عمية تزوير أو تزييف بالتاريخ وتزييف بس يعني بطريقة ازاي في الكتاب أنا أورط يعني شهادة كان قدل بها منذوب العراق المنذوب معرش لبنان في جامعة الدول العربية وقال إن في الاجتياح اللي حصل لجنوب لبنان مش بس كانوا بيعملوا عمليات تنقيب عشوائية وسطو وسرق وكلام ده كله إنما كمان عملوا عمل خطير جدا وهو فكرة زراعة مجموعة من مش الأثار بقى التماثيل والده في ما كان معينة في جنوب لبنان بحيث إن هي بعد كده تيجي أي بعثات تتكشافها ممكن من خلال بعثات لبنانية أو بعثات عربية أو دولية وتبتدي تعمل قراءات العملية كان بالنسبة لي في الأول خيالة هلمي لحد ما اتكلمت مع خبيل في الترميم وصديق الدكتور محمد غنيم وكيل كلية الفنون الجميلة بالمينيا وابتدى يكلمني عن الآليات والتقنيات اللي بتعمل ده وبتخلي الأثر أو تخلي المنقول المزيف ده يبدو كأثر حتى قد ينخدع بعض الخبراء